النهاردة روي بيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال تصريحات في منتهى الاهمية لصحيفة اتليتك الامريكية تعالوا نشوف قال ايه روي بيتوريا قال كلام مهم جدا يخص منتخب مصر ويخص محمد صلاح قال بدأت الحديث مع بعض اللاعبين حين توليت تدريب منتخب مصر لكن الوحيد الذي رسلني كان محمد صلاح انه نجم داخل وخارج الملعب لديه تأثير كبير على زملاء ويتحلى بالطاقة الايجابية والتواضع جاهز دائما لمساعدة الفريق والبلاد هو محترف مذهل ويبحث دائما عن التحسن والبقاء في اعلى مستوى يهتم بالنوم والافطار والتدريبات البدنية قال كمان محمد صلاح يملك مقاومات صناعة الفارق سريع في اتخاذ الكارات بشكل مذهل دائما يتواجد فيه المساحة الصحيحة هو هام للغاية بالنسبة لنا صلاح سيلعب لاربع او خمس سنوات اضافية في المستوى الاعلى لانه يملك المهارات التي لا يمكن ان يفقدها اللاعب وهي اتخاذ القرارات والزكاء في الملعب قال كمان صلاح يتحرك شوقا للتتويج ببطولة لاجل بلاده لا يعرف الخوف ابدا هو قائد جيد للغاية ليس فقط داخل الملعب بل يساعد في حل المشكلات طوال الوقت انه النوع الذي يفضله وقال فيما يخص بقى بعيدا عن محمد صلاح في بداية فترتي مع المنتخب شعرتا الناس لا يسكون في اللاعبين يظنون انهم لا يملكون الجودة لكن رأيي كان مختلفا احببت روح اللاعبين وتنافسهم وعقلية اللاعب لاجل الفوز قال كمان حين توليت المسئولية كنت اشعر ان اللاعبين يلعبون بسرعة كبيرة ويتخذون قرارات تجعلهم يفقدون الكرة لا كنا بحاجة لتغيير ذلك وبعد المعسكر الاول رأينا ان ذلك ممكنا وكان يجب علينا اختيار الطريق وجعل اللاعبين يرون وقال مواجهة بلجيكا والديان كانت مخاطرة لكن كان مهما ان نواجه فريقا كبيرا لنعرف مستوانا الاداء كان ممتازا ومواجهة الفرق الافريقية خارج الارض صعبة للغاية وقال ان الكرة المصرية لديها امكانيات التطور ومن الصعب ان تجعل الجميع يعمل على نفس النسق لكننا نحاول خطوة تلوى الاخرى والهدف هو امتلاك لعبين لديهم الشخصية اللازمة وجماهير تحب كرة القدم وان نحتاج للمزيد من الاحترافية وتحسين جودة منشيات التدريب وتطوير المدربين اذا لم تملك مدربين جايدين سيصحب عليك امتلاك لعبين جايدين جودة تدريبات فرق النشيين تحتاج للعمل عليها ايضا وقال نعمل على جعل اللاعب قويا في كل الجوانب ليس بدنيا وتكتكيا فقط بل في الجوانب الشخصية والاحترافية والعقلية الاجتماعية يجب ان تلمس عقول اللاعبين الشباب للعمل على عقلية التعلم والتعقل قال كمان انتخب مصد تحت عشرين عاما يملك امكانيات التطور لكن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للعب معندياتهم اللاعب يخسر سنة او اثنين بين عمر 18 و 21 عام دون منافسات مع الفريق الاول وبالتالي يصعب وصوله الى المستوى الاكبر مهم الكلام ده اوي اوي قال كمان سيكون من الافضل ان تلعب كأس الهوم الافراقية في نهاية الموسم لإقاف المشكلات كأس الهوم الافراقية اصعب من كأس العالم البطولة لها اسلوب مختلف وبيئة مختلفة هناك كرة قدم ولكن بعواطف اكثر انها ثقافة مختلفة يتعظم فيها تأثير الجماهير والشعوب هناك الكثير من الفرق الجيدة لكننا سنحاول الفوز باللقب ده كلام روي فيتوريا اللي فيه كثير من الاشياء المهمة جدا بيه